نفض ناشطون وطلاب وقفة احتجاجية في مركز اعتاب محافظة المهارة للمطالبة باستكمال بناء مدرسة في المنطقة وفي الوقفة عبر الطلاب عن المعاناة التي تواجههم كل عام في المدرسة القديمة والبيوت المستأجرة وطالب الجهة المختصة بضرورة الإسراء في استكمال المدرسة ورفع المعاناة عنهم ونشدت الوقفة الاحتجاجية المنظمة الدولية إعادة النظر في مركز اعتاب وتفقد الأوضاع المتردية في البنية التحتية والمساهمة بتدخلاتها في المجال التعليمي والصحي والإنساني شكى عدد من الوجهة والطلاب من المعاناة التي تعرض لها طلاب مركز اعتاب في ظل حرمانهم من التعليم مطالبين السلطة المحلية ببناء مدرسة جديدة للبنين والبنات أكثر من 800 طالب و800 طالبة يدرسون في البيوت بل هل يعقل هذا هذا معقول يعني عيالنا مطلومين من الدراسة ونشوف جميع المناطق والمديريات ماشاء الله يعني مدارس متكاملة وعندهم استكفي المدارس وبكل شيء نحن هنا ليش يعني مطلومين يعني صراحة محد يسكت على هذا الظلم انظروا وقد شافوا المحافظ زائل زمان قد قبل فترة قد شاف المدرسة وقد شاف الوضع وقل السلطة المحلية نناشد السلطة المحلية نناشد الموت في الناس في الحكومة يعني انظروا في هذا الوضعنا اليوم موقفة احتجاجية المطالبة بالمدارس ولمساندة وتضامن مع الطالب عبد الرحيم محامل الذي تم سلب المنحة التي هي باسم ابناء المهرة وتم سلبها وكذلك الطلاب الذين كما ترون هم أمامي وراي بحاجة إلى مدارس فهم يدرسون في بيوت متهالكة ومدارس قديمة أنا مدارسة قديمة نحتاج أن نتعلم حتى مراتب حق الناس أي حق المعلمين بالصعب نجيبهم ونحتاج منكم الدعم الدعم وحتى سمبورات كسروهم وحتى كل يوم أنا نجيب المدرسة بالشدة نتعلم من كتر سمبورات اللي كسرت ونحتاج منكم الدعم نحن بناء عتابة ندرس في بيوت نظام درس كما الناس زي الناس ترجمة نانسي قنقر